ناخد شوية من الأسئلة التي معنا هنا حتى لا يتهمنا الوقت سائل يقول أسألك عن العمل في البنوك الربوية هل هو حلال أم حرام هل تشغيل المال في بنوك فيصل وأمثلها يوجد به مشكلة أم لا العمل في المصارف الربوية يوجد فيه مدرستان في الفقه مدرسة تمنعه بالكلية ولو كنت حارسا أمام باب البنك ولو كنت عامل تقدم الشاي للموظفين وفريق آخر يفرق بين العمل في مجال الاقتمان في مجال الإقراض فهذا المحرم نصا لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواه العمل في الخدمات المصرفية الأخرى لا يرى بها بأسه الموقف الثاني هذا اختيار الأزهر في مصر وهو اختيار أيضا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فهذا هو اختيارهم في هذا الباب أقرأ عليك قرار المجمع الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله هم سواء ما اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها ثم قال وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة مقصودة على شيء من ذلك